موسيقى طيب الله أوقاتكم أعزائنا المشاهدين وأهلا بكم في الرسالة اليومية لأسبوع القدس العالمي من قناة الرافدين انطلقت اليوم الثامن من آذار 2021 فعالية أسبوع القدس العالمي والذي تنظمه العديد من الهيئات العلمائية في العالم العربي والإسلامي ودعت كل من رئاسة الشؤون الدينية التركية والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وهيئة علماء المسلمين في العراق وهيئة علماء فلسطين وهيئات علمائية أخرى إلى جعل الأسبوع الأخير من شهر رجب من كل عام أسبوعا عالميا للقدس داعية العلماء والدعاة والخطباء في أرجاء العالم إلى المشاركة الفاعلة في هذا الأسبوع والذي يأتي نصرة للقدس والمسجد الأخصى المبارك وإسنادا للمقدسيين في مواجهتهم للاحتلال الصهيونية أكد العلماء المشاركون في اللقاء التشاوري الذي عقدته الهيئات والمؤسسات والروابط المشاركة في أسبوع القدس العالمي أكدوا أن اجتماع المؤسسات العلمائية والروابط والهيئات على قضية أسبوع القدس العالمي يأتي في سياق تفعيل الأنشطة العلمية والإعلامية والفكرية وتوحيد رؤيتها وفكرها وأوضح أن قضية المسجد الأخصى المبارك والقدس تخص جميع المسلمين الذين باتوا بحاجة لتحفيز أرواحهم وقلوبهم تجاه القضية الفلسطينية وحثهم على بذل ما يستطيعونه من مال وجهد في سبيل نصرتها وطرح في اللقاء مقترحات جديدة في مجالات متعددة بالإضافة إلى التداول بشأن خطط ومشاريع الهيئات والروابط التي ستنفذها خلال الأسبوع وأقدم الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور عبد الحميد العاني ملخصا لبرنامج الهيئة في أسبوع القدس العالمي مستعرضا خطتها في تنفيذ محاضرات ولدوات وفعاليات ثقافية دعت هيئة علماء المسلمين في العراق جميع المسلمين وأحرار العالم للمشاركة في فعاليات أسبوع القدس العالمي في مدينة إسطنبول التركية وغيرها من المدن والعواصم وذلك دعما للقضية الفلسطينية ونصرة للمسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة جاء ذلك في دعوة وجهتها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني يذكر أن هيئة علماء المسلمين في العراق تعد واحدة من بين أهم الهيئات العلمائية المشاركة في فعاليات أسبوع القدس العالمي إلى جانب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وهيئة علماء فلسطين ورئاسة الشؤون الدينية التركية دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إلى إحياء أسبوع القدس العالمي عبر مضاعفة الجهد وتكثيف الأعمال الداعمة للقضية الفلسطينية وأعلن الاتحاد الأسبوع الأخير من شهر رجب الموافق من الثامن إلى الرابع عشر من آذار الجاري أسبوع القدس العالمي فيما دعا علماء ومؤسسات وهيئات ومنظمات الأمة العربية والإسلامية إلى إحياء هذا الأسبوع وأكد الاتحاد على أن الدفاع عن القدس وتحريرها من الاحتلال الصهيوني فريضة شرعية وضرورة قومية وفلسطينية وإنسانية قال الدكتور نواف تكروري رئيس اللجنة التحضيرية لأسبوع القدس العالمي إن هذا الأسبوع هو إعلان من علماء الأمة مما يعني أن العلماء تولوا زمام المبادرة وأكد تكروري أن الأسبوع يأتي بدعوة رسمية من الشؤون الدينية التركية والماليزية بالإضافة لمؤسسات علمائية أخرى وأشار إلى أن أسبوع القدس العالمي يأتي انطلاقة جديدة لنصرة القضية الفلسطينية ودعم مدينة القدس التي تتعرض لانتهاكات وجرائم خطيرة على يد العدو الصهيونية عقدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة مؤتمرا صحفيا للإعلان عن انطلاق فعاليات أسبوع القدس العالمي وقالت مصادر صحفية إن وزارة الأوقاف في قطاع غزة أعلنت إلى جانب العديد من المؤسسات العاملة للقدس انطلاق الفعاليات حيث تلى رئيس مؤسسة القدس الدولية الدكتور أحمد أبو حلبية بيان انطلاق فعاليات الأسبوع في قطاع غزة أعلنت 79 مؤسسة تركية علمائية وشعبية انضمامها لأسبوع القدس العالمي ممثلة لعموم شرائح المجتمع التركي أكد ذلك بيان أصدره اجتماع لأربعين مؤسسة تركية بعد اجتماعها اليوم في حين أصدرت تنسيقية الجمعيات التركية بيانا آخر باسم أكثر من خمسين مؤسسة أو مؤسسة مجتمع مدني وشعبي في تركيا بالتزامن مع انطلاق فعاليات أسبوع القدس العالمي الذي بدأ اليوم ويستمر حتى الرابع عشر من شهر آذار الجاري أعلنت وزارة أشؤون الإسلامية في جمهورية المالديف مشاركتها الرسمية في فعاليات أسبوع القدس العالمي وقالت الوزارة في بيانها إنها قررت إطلاق فعاليات ونشاطات خاصة على مستوى المالديف تزامنا مع أسبوع القدس العالمي وأضافت أنها خصصت خطبة موحدة ليتم إلقاؤها في الجمعة القادمة على منابل كافة مساجد المالديف والتي ستتحدث عن نصرة القدس والمسجد الأقصى المبارك وعن معاناة المسلمين الفلسطينيين وواجب الأمة نحوهم وأعلنت الوزارة أيضا عن إقامة دروس ومحاضرات وندوات خلال هذا الأسبوع عبر المنصات الإلكترونية حول القدس والمسجد الأقصى والواجبات المعنوية والعملية تجاه القدس والمسجد الأقصى المبارك نهاية هذه الرسالة اليومية من قناة الرافدين عاشت فلسطين ودامت القدس حرة أبية في أمان الله اشتركوا في القناة